ممكن مهيب نفس الكلام ده تحصل معك انت في مواتش الزمالك اللي في مية عوبة انت قعدت فترة برا ومعلش انت يعني مستر جوستي جابك مدع البنش وانت معلش يعني ايه خلاص انا برا الجيم مش خلاص نفس اللي بقول ابو النصر انت ترمع او تحط عليك عاطق علي عاطقك دور في سنقتين ثلاثة كنت قده يعني ده ده الحمدلله طبعا وهي تكملة ان كل واحد لما يبقى ليه دور هي دي اهم حاجة احنا في منظومة يعني كل واحد لما يعمل دوره اللي مطلوب منه بيبقى في حتة تانية فدي اهم حاجة احنا بنلعب لعبة جماعية كل واحد يبقى ليه دور لما بيبقى الدور ده هو واحد بيعمله بنبقى يعني بيبقى الموضوع كله وماشي في اتجاه واحد غير لما كل واحد بيعمل اللي هو عايزه صحيح فدي فرق كبير وانا حسسها فعلا في النادي يعني ان انت الادوار دي لما بتتوزع وكل واحد مقتنع بدوره وبيحاول يقديها على قد ما يقدر بنكسى يعني الحمد لله فدي مهم وخلينا برضه اقول ان دايما الخير على قدوم الوردين فريق 18 سنة لكرة السلة في النادي الاهلي بيفوز ببطولة الجمهورية بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية الف مليون مبروك كرة السلة في النادي الاهلي في العلالي سواء الفريق الاول او قطاع الناشئين جهد كبير جدا مبزوم اللاعبين والجهاز الفني في النادي الاهلي وايضا مجلس الادارة اللي دعم هذا القطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة واللي كمان دلوقتي بياد عن فريق وقطاع كرة اليد ان شاء الله عشان بازن اللي احسن النتائج خلينا جيلك برضه يا مهيبي يمكن انت لعيب شويت وبتحب يعني انا بحس انت بتستمتع انت بس بس شويت بس لا انت بتستمتع بالتلاتة بونت بتبقى دايما محتاج تكون عصبك هادية لان انت عارف لو تنشانة بسيطة ريستيدك بيتغير بتحطوا عليكو بريشر ما فيش مطش سهل في الدوري ولا في الكاس بتخرج برا نفسك برا البرشر ده ازاي طبعا التمرين اهم حاجة برضه بيبقى بتخليك ان انت مجهز نفسك للماتش في ماتشات طبعا بيبقى فيها بيبقى الضغط كبير شوية ويبقى محتاج منك تركيز اعلى ده طبعا بتيجي يعني مع الخبرة والماتشات وكده بس الحمد لله ان احنا ايه بنقدر كل ماتش ناخده خطوة بخطوة فوق بقى سيمي فاين زي ما حيك قلت في ماتش الزمالك اخدنا خطوة وجهزنا ليه وبعدين خطوة اللي بعدها فكل ماتش برضه بياخد الماتشات ويجهز ل لها وبيجهزنا احنا نفسيا التمرين قبلها بيومين وتلاتة دي بتفرق معنا جدا بتنزل الماتش يبقى قاري الدنيا بتبقى عارف الفرقة اللي قدامك بتعمل ايه هتصوب منين هيدغطوا فين في الفرقة مثلا زي فريق الاتحاد انت عارف هم بيعملوا دبل تراب فين بتطلع الكرة فين هتشوت منين فبتبقى مجهز نفسك فدي طبعا بتفرق معاك ويوفر عليه وتعلي تركيزك في الملعب لانت شايف ده فيديو قبل بتيجي ده حقيقي هو برضه يعني في حتة الفيديو دي ف فعلا بتجهزة الماتش يعني ما معتقدش ان في حد فينا يعني شاف الموضوع ان انت بتجهز للفرقة اللي قدامك بالطريقة دي بالطريقة دي يعني كده يسهل علي كل مهمين في الملعب جدا نازين في الملعب وشايفين كل الاب ايعمل ايه فالدنيا هي منظومة هي منظومة طب